اشتركوا في القناة وإن اشتركت مع بقية الظلامات في أنها ظلامة ولكنها تمتاز عن كثير من الظلامات الأخرى من جهات أربع الجهة الأولى من وقع عليه الظلم هناك فرق الظلم ظلم ولكن هناك فرق بين أن يظلم مؤمن عادي وبين أن تظلم سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أن تظلم بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله أن تظلم من غضبها غضب رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيح البخاري من أغضبها فقد أغضبني هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري هذه الجهة الأولى من وقع عليه الظلم الجهة الثانية من صدر منه الظلم هناك فرق كبير أن يظلم شخص لا يحمل أكثر من شخصيته الحقيقية رجل عادي لا يملك إلا شخصية حقيقية يظلم أهله يظلم عائلته يظلم أولاده وبين أن يظلم شخص يمتلك شخصية حقوقية الرجل الذي يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الظلم يختلف عن ظلم شخص عادي القرآن الكريم يفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية لاحظوا هذه الآية المباركة الله تعالى يخاطب زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول يا نساء النبي زوجة النبي ليست إمرأة عادية تملك شخصية حقوقية هذه زوجة النبي هذا يعطيها مقام لا يمكن أن تقارن بإمرأة أخرى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يعني مر زوجة النبي لا تصلي في بيتها صلاة الصباح عمدا ومحد ما يفته هذه معصية ولكن مر زوجة النبي أمام الملأ لا تصلي صلاة الصبح من يأتي من كن بفاحشة مبينة يعني ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفا الناس يقولون إذا زوجة النبي لا تصلي صلاة الصبح فما ضالنا نحن هذا العمل طالحا كان أو صالحا له إشعاع له تأثير اجتماعي يحدث تموجات اجتماعي شخص يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس في المكان الذي جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الظلم الذي يصدر منه يختلف عن الظلم الذي يصدر عن رجل عادي في بيته من وقع عليه الظلم؟ من صدر منه الظلم؟ ما هو حجم الظلم؟ هل كان ظلمًا عاديًا؟ هل كان غصبًا للأموال فقط؟ هل كان غصبًا لفدك فقط؟ كان تكذيبًا للصديقة الكبرى صلوات الله عليها تكذيب في الواقع تكذيبٌ للقرآن الكريم لأن القرآن الكريم شهد للصديقة فاطمة بالطهارة المطلقة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا تكذيب لها تكذيبٌ للقرآن الكريم الهجوم على الدار ليس دارًا عاديًا الدار التي كان يستأذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يدخلها يتم الهجوم على هذه الدار تحرق هذه الدار وتعصر الصديقة الكبرى بين الحائط والباب ويسقط منها الجنين راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة حتى تجدوا مصادر ما ذكرته من كتب الفريقين السنة ذكروا ذلك والشيعة ذكروا ذلك في عشرات المصادر النقطة الرابعة الجهة الرابعة الامتدادات التاريخية لهذا الظلم هذا الظلم وهذه المظالم كانت هي المفتاح وكانت هي البداية وأسست عليها جميع المظالم التي تعقبتها ولذلك هذه الظلامة التي تحمل هذه الخصوصيات يجب أن تدوّن ويجب أن تذكر ويجب أن يجهر فيها إلا من ظلم ويجب أن تنشر إذا مظلم عادي الله سبحانه وتعالى يحب أن يجهر فيها بالقول فكيف بهذه المظلمة بهذا الحاج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر